السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم والتعليم الفندقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرسة ومراجعة عامة وشاملة على مدة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية طبعا الامتحان بتاع قانونين العمل زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت لكن هنعيد تاني بيجي متقسم لتلت أجزاء الجزء الأول بيبقى قانون رقم 12 لسنة 2003 لهو قانون العمل والتأمينات أما الجزء التاني قانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية الجزء التالت قانون 1975 قانون 79 للتأمينات يبقى كده الامتحان بيجي لك تلت أجزاء طيب النهاردة معنا حلقة كاملة عن المنهج كله هنأخذ حلقتين أو تلاتة مراجع قبل امتحان الدور التاني بإذن الله الشاملين المنهج كله فيهم الأسئلة بتاعتنا طبعا احنا خلاص عرفنا في الحلقات اللي فاتت إن الامتحان بيجي أكمل وصح وغلط لجزء قانون العمل والرأي القانوني ومعانا مجموعة من الرأي القانوني تخلي بالنا هات ورأة وقلم وبتدي ركز معايا عشان تكتب الأسئلة اللي هنقولها دي والإجابة طبعا احنا السؤال مش هنجاوب عليه بس احنا السؤال هنجاوب عليه وكمان هنشرح نشرحه وأي نقطة فنية فيه مش واضحة هنوضحها فيه كل الجوانب بتاعت السؤال عشان يبقى السؤال متغطي معاك كامل نتوكل على الله ونبدأ أولى الأسئلة بتاعتنا النهاردة عندنا أول سؤال عندنا في الجزء بتاعنا ضع علامة صح أو خطأ ضع علامة صح أو خطأ يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة يؤخذ على التشريعات العمالية أنها قليلة التكلفة طيب حد هيقول لي قبل ما تقولي الإجابة هو يعني ايه التشريعات العمالية كلمة التشريعات العمالية مقصود بها القوانين العمالية او مقصود بها قانون العمل يعني هو بيقولك يؤخذ عليها يعني ايه يعاب عليها او من اهم الانتقادات او الانتقاد اللي وجه لقانون العمل انه كسير التكلفة طبعا هشرح الحتة دي ونرجع انت لتجاوب على السؤال من اهم الانتقادات التي وجهت لقانون العمل انه كسير التكلفة مش قليل التكلفة لا ده من عيوبه انه كسب التكلفة طب كسب ليه لان بيكلف صاحب العمل مبالغ نقضية كبيرة ما كانش العامل بياخدها او ما كان حتى لو مش حتى لو مش نقود ممكن تكون مزايا عينية بمعنى قبل ما ييجي قانون العمل كان العامل مثلا مالوش اجازات او الاجازة حسب ما يطرع لصاحب العمل اجا القانون نظم الاجازات واعطى للعامل الكثير من الاجازات كمان عدد ساعات العمل كان صاحب العمل بيشغل العامل صخرة لكن لما اجا القانون حدد وقال عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا طيب مين بقى اللي دا فعل في كلام دا كله اه صاحب العمل اذا قانون العمل من اهم عيوبه من وجهة نظر صاحب العمال صاحب الاعمال انه كسير التكلفة فعلا كسير التكلفة لكن قانون العمل معمول ليه لصالح طبقات العمال ورفع مستوى المعيشة للعمال إذن قانون العمل هنا ما نقولش قليل التكلفة نقول كثير التكلفة يبقى السؤال بتاعنا لو جالك صح وغلط وقالك يؤخذ على قانون العمل أنه قليل التكلفة قوله لا خطأ أنه كثير التكلفة يبقى ده أول نقطة خلي بالك منها تعال نشوف مع بعض النقطة التانية من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء من الأعمال المحظورة على العامل الاقتراض من العملاء طبعا هنا الإجابة صحيحة لكن مش هناخد الإجابة صحيحة ونسكت هنقول إيه بقى في بعض الحاجات القانون حددها محظورة على العامل يعملها وكلمة محظورة يعني إيه؟ كلمة محظورة يعني ممنوع العامل يعملها لأن العامل لو عمل الحاجات دي هيوقع عليه الجزاء القانوني طب قلنا يا مستر إيهي الأعمال المحظورة على العامل يعني انت حتى لما تروح تشتغل في مكان خد بالك من اللي انا هقوله ده واحد اتنين ثلاثة دول محظورين عليك كلمة محظورين يعني ممنوع ان انت تعملهم ايه بقى الحاجات من العمال المحظورة اول حاجة الاحتفاظ بأي مستند يخص العمل يعني ايه ممنوع عليك كعامل ان انت تحتفظ بمستند يخص العمل يبقى خلي بالك اللي انا هقولهم دلوقتي اي وحدة تيجي لك في الامتحان ويقولك من الاعمال المحظورة على العامل واحدة من اللي هنقولهم قوله الإجابة صحيحة طب إيه هم بقى الأعمال المحظورة رقم واحد الاحتفاظ بأي مستند يخص العمل رقم اتنين الاقتراض من العملاء إن أنا أستلف فلوس من العملاء أو زبائن المنشأة يبقى كده حاجتين رقم تلاتة جمع تبرعات دون علم أو دون رضاء صاحب العمل برضو كمان من ضمن حجاء العمال المحظورة على العمل إن أنا قبول أي هدايا أو مكافآت دون رضاء صاحب العمل يبقى خلي بالك دي من الأعمال المحظورة أي وحدة تجيلي فيهم يقول لي من الأعمال المحظورة مثلا الاحتفاظ بمستند أقول له صح جمع تبرعات دون رضاء صاحب العمل أقول له صح يبقى دي الأعمال المحظورة على العمل تعال مع بعض نشوف النقطة رقم ثلاثة قام صاحب عمل بإعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد قام صاحب عمل بإعدام ملفات العاملين بعد شهر من انتهاء العقد طبعا هنا احنا عندنا نقطة مهمة جدا في حاجة عندنا اسمها التزامات صاحب العمل طب ايه يا التزامات صاحب العمل التزامات صاحب العمل تلات حاجات خلي بالك منهم أول حاجة فيهم الاحتفاظ عمل أو انشاء ملف لكل عامل والاحتفاظ به لمدة سنة من انتهاء تاريخ التعاقد تاني اول حاجة من التزامات صاحب العمل تجاه العاملين انشاء ملف لكل عامل يعني صاحب العمل ملزم ان هو ينشئ ملف لكل عامل ومش كده وبس الاحتفاظ بالملف المدة سنة بس من امتى من انتهاء تاريخ العقد يعني من انتهاء العلاقة بين العمل وصاحب العمل القانون ألزم صاحب العمل انه يحتفظ بالملف المدة سنة من انتهاء تاريخ العقد يبقى يجيلك بقى لو جالك في الامتحان وقالك صح أو غلط قام صاحب عمل بإعدام الملفات كلمة إعدام يعني التخلص منها قام صاحب عمل بإعدام الملفات بعد انتهاء العلاقة بشهر خطأ قام صاحب عمل بإعدام الملفات بعد انتهاء العلاقة بستة أشهر خطأ لازم يحتفظ بالملفات لمدة سنة ومن إمتى خلي بالك بقى من الجملة دي من انتهاء تاريخ التعاقد يعني من انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل صاحب العمل ملزم والقانون ألزمه أنه يحتفظ بالملف في المدة قديه سنة من انتهاء تاريخ التعاقد يبقى نخلي بنا من النوع دي نيجي الرقم 4 أفراد أسرة صاحب العمل من الفئات المستثنى من الخضوع لقانون العمل ثاني أفراد أسرة صاحب العمل من الفئات المستثنى من الخضوع لقانون العمل قبل ما أقولك الإجابة صحة أو خطأ تعالى الأول بس نقول كلمة المستثنى لأن يعني يه كلمة المستثنى كلمة المستثنى معناها اللي مش هيتطبق عليها قانون العمل الفئات التي لا تخضع لقانون العمل طب هو احنا عندنا حد بيخضع وفئات بتخضع وفئات لا تخضع طبعا طيب قانون العمل ده يخضع لي من ضمن الفئات التي لا تخضع لقانون العمل أو الفئات المستثنى أو الفئات التي لا يطبق عليه التلاتة بمعنى واحد تاني الفئات المستثنى من الخضوع لقانون العمل الفئات التي لا تخضع لقانون العمل الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل كم فئة براضوا عليكم تلات فئات مين بقى التلات فئات دول نفهم مع بعض مني التلات فئات دول أول فئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الحكم المحلي أي حد شغال في الجهاز الإداري في الدولة أو في حكم المحلي أو الهيئات العامة لا يخضع لقانون العمل ده رقم واحد رقم اتنين عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم لا يخضعون لقانون العمل رقم تلاتة افراد اسرة صاحب العمل الذي يعولهم فعلا كلمة يعولهم يعني القائم عليهم وقائم على نوة متكفل بيهم يعني يبقى ثلاث فئات لا يخضعوا لقانون العمل خلي بالك عشان ما يتحكش عليك في الامتحان لو ايجي قالك كده افراد اسرة صاحب العمل تخضع لقانون العمل قوله لا خطأ او لو جابت جملة بصيغة تانية أفراد أسرة صاحب العمل الذي يعقول لهم فعلا لا يخضعون أو من الفئات المستثناء أو لا يطبق عليهم قانون العمل قوله آه صح دول ما بتطبقش عليهم قانون العمل يبقى كان فئة ما بتطبقش عليها نقول تاني عشان نحفظ مع بعض تلت فئات لا يطبق عليهم قانون العمل من هم الفئة الأولى جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة طبعا دول ليه ما بيخضعوش لقانون العمل لأن دول خطوعين لقانون رقم 81 لسنة 2016 اللي هو قانون الخدمة المدنية رقم 2 عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم كلمة وما في حكمهم شان ما تشوفها في الكتاب اللي زيهم رقم 3 أسرة صاحب العمل إذا كان يعقولها فعلا لو هو اللي قائم بالتكفل بهم يبقى دول تلت فئات لا يخضعوا لقانون العمل كمان برضو عشان يبقى غطينا النقطة دي هل في حد تاني ما بيخضعش آه فيه بس مش فئات بقى طواقف طب إيه الفئة يا مستر ما بين الفئة والطائفة الفئة دول مجموعة كبيرة يعني عاملين بالدولة عمال خدمة المنزلية أما الطواقف دول فئة قليلة بيشتغلوا في مهنة معينة والمهنة دي لها قانونها أو قواعدها الخاصة طب إيه الطواقف التي لا تخضع لقانون العمل عندنا العمال البحريون لا يخضعون لقانون العمل العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة عمال المناجم والمحاجر آه العاملون بالمناطق الحرة دول طواقف لا يخضعون لقانون العمل حد هيقول لي طب ما بيخضعش لقانون العمل ما بتطبقش عليهم قانون لا طبعا أي حد ما بتطبقش علي قانون العمل أعرف على طول أنه هو خاضع لقانون تاني يعني قدي مثال لو احنا قلنا قلنا العمال البحريون طب العمال البحريون دول دول عمال وشغالين عن صاحب العمل لكن ليه ما بيخضعش لقانون العمل لأنهم خاضعين لقانون اسمه القانون البحري يبقى أما قول فئة ما بتطبقش عليها القانون او فئة حتى ما بتطباش عليها القانون يبقى مش عشان فيهم حاجة لا عشان لهم قانون تاني بيحكمهم يبقى احنا عندنا افراد قصرة صاحب العمل دي من الفئات المستثناء والتي لا تغضع لقانون العمل تعالى نبص مع بعض على النقطة اللي بعد كده للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة مدة كل فترة نصف ساعة للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة مدة كل فترة نصف ساعة طبعا ممكن حد يشوف السؤال ده في الامتحان ويقوم قاري الغلط طب غلط ليه عم عشان هي ساعة يا مستر طب ماشي ما هو السؤال برضو بيقول ساعة اللي يبقى القانون قال ان في ساعة للعاملة التي تكون برضاعة طفلها الساعة دي ممكن ان هي تقسمها نصين نص ساعة ونص ساعة لكن مجموعهم يبقى ساعة طيب الساعة دي بقى نتكلم عنها بالتفصيل عشان لو جالك اي سؤال فيها الساعة دي اولا مدفوعة الاجر يعني ايه مدفوعة الاجر يعني العاملة بتاخدها من غير ما يخفض صاحب العمل اجرها طيب الساعة دي العاملة تستحقها دي العاملة تستحقها لمدة 24 شهر يعني مدة سنتين يعني كل يوم لها ساعة الساعة دي اسمها ساعة الرضاعة ساعة الرضاعة دي العاملة بتستحقها لكن من غير ما يخفض صاحب العامل اجرها يعني لو جاب لك سؤال كده وقال لك تمنح العاملة ساعة رضاعة مقابل تخفيض الاجر قوله لا خطأ الساعة الرضاعة مدفوعة الاجر يعني مدفوعة الاجر يعني العاملة بتاخد الساعة الرضاعة دي واجرها زي ما هو طيب يبقى وكمان قلنا ان هي بتتاخد لمدة سنتين يعني 24 شهر بتفضل العاملة ده القانون اللي كفالها طيب فيه نقطة هنا عايزين نوضحها ونقطة مهمة وخلي بالك منها جدا 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 ايه النقطة دي العلاقة ما بين اجازة الوضع والساعة الرضاعة ازاي احنا عندنا في قانون العامل بنقول للعاملة الحق في اجازة وضع مرتين طوال الخدمة يعني هي لها الحق ان هي تقدم على اجازة وضع مرتين طوال الخدمة بتاعتها طيب فردنا كده ان هي وضعت مولودها التالت هل لها الحق ان هي تاخد اجازة وضع طبعا لا ملاهاش حق اجازة وضع ممكن تاخدها من وسط اجازتها السنة ولكن كمسمى قانوني ملاهاش حق في اجازة وضع طيب هل الطفل التالت ده ليه الحق في الساعة الرضاعة اه طبعا ليه الحق يبقى هنا الساعة الرضاعة الساعة الرضاعة لا ترتبط باجازة الوضع يعني لو قالك مثلا وضعت سيدة للمرة التالتة وطلبت بحقها في الساعة الرضاعة يجوز طبعا ان هي الطلب بحقها لكن لا يجوز ان هي تطلب اجازة وضع طبعا اجازة الوضع قلنا مدتها تسعين يوم افكرت بيها لانها اجازة مهمة جدا مدتها تسعين يوم يعني العاملة بتاخدها لمدة تسعين يوم تستحقها مرتين طوال الخدمة طيب هل ليها شرط اه طبعا ليها شرط ان تكون العاملة قمضت على الاقل عشر اشهر في العمل يعني مش هتقدر العاملة تطالب باجازة وضع لما تكون قعدت على الاقل عشر اشهر في العمل طبعا في نقطة مهمة جدا وبتجي في الامتحانات على طول وخلي بالك منها لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وربعين يوم التالية للوضع تاني لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وربعين يوم التالية للوضع يبقى اربع نقطة في اجازة الوضع خلي بالك منهم هقولهم لك تاني اول نقطة مدة الاجازة قد ايه مدة الاجازة تسعين يوم او تلات اشهر بتتاخد كم مرة بتتاخد مرتين طوال فترة الخدمة شرطها ان تكون العاملة قمضت على الاقل عشر اشهر في العمل وكمان عندنا لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وربعين يوم التالية للوضع في سؤال في كتاب المدرسة في الاختبارات سؤال مهم جدا بيه وليه السؤال في اجازة الوضع ده التحقت عاملة في احدى المنشآت الخاصة يوم خمستاشر تلاتة الفين و تسعة يعني استلمت الشغل بتاعها يوم خمستاشر تلاتة ثم وضعت مولودها يوم خمستاشر تسعة الفين و تسعة يعني هي راحت الشغل شهر تلاتة تم ولدت في شهر تسعة فرفض صاحب العمل احتسابها اجازة وضع مرضاش يحسبها لأجازة وضع هل التصرف اللي عمله صاحب العمل ده قانوني او غير قانوني لا قانوني ومن حقه ان هو ما يحتسباش اجازة وضع طب ليه لان هي راحت الشغل شهر تلاتة وضعت مولودها في شهر تسعة يعني بالزبط بقالها في الشغل ست شهور و احنا قلنا الشرط ان تكون العاملة قمضة تقدي ايه رفع عليكم عشر اشهر على الاقل وقلنا لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وربعين يوم التالية للوضع تعال نشوف السؤال اللي بعد كده يجوز تشغيل الاطفال في سن العشرة يجوز تشغيل الاطفال في سن العشرة طبعا الاطفال من الفئات التي تعامل معاملة خاصة في قانون العمل طبعا احنا عندنا فئتين تخضع لقواعد خاصة في قانون العمل منهم الفئتين دول الأطفال والنساء طيب الأطفال هل القانون حدد سن لتشغيل الأطفال أه طبعا ده مش سن لتشغيل الأطفال بس ده حدد سن لتدريبهم كمان طب ايه هو قانون سن تشغيل الأطفال قانون قال يعتبر طفل خد بالك يعتبر طفل وده اللي هيشتغل ويقدر يشتغل كل من بلغ 14 عام 14 عام أو بلغ مرحلة التعليم الأساسي يعني كمل الإعدادية يعني يبقى من 14 أو كمل التعليم الأساسي اللي هو الإعدادي حتى بلغه سنة 18 يعني سن تشغيل الأطفال تبقى لقانون العمل من 14 سنة ل 18 سنة ما يقدرش صاحب العمل يشغل الأطفال أقل من سنة 14 دونة 14 ما ينفعش ده القانون قال كمان ايه سن تشغيل الأطفال من 14 ل 18 ولا يجوز تدريب الأطفال قبل سن الـ 12 يعني ماقدرش حتى أضرب طفل على شغل قبل سن الـ 12 عشان يبتدي يشتغل والقانون يسمح للأطفال ويسمح لصاحب العمل أن يستخدم عمالة الأطفال لازم الطفل ده يكون بلغ سن الـ 14 أو كمل مرحلة التعليم الأساسي حتى بلغه سن 18 سنة بعد كده بيبقى يعامل معاملة الشخص العادي ما بقاش طفل خلاص يبقى الطفل في نظر القانون من 14 لـ 18 يبقى أي سن قبل الـ 14 لا يجوز تشغيل الطفل فيه وطبعا من ضمن القواعد اللي القانون حطها للأطفال عشان نخلي بالك الموضوع ده مهم وبيجي على طول في الامتحانات في الصحة والغلط والأكمل عدد ساعات العمل للأطفال 6 ساعات يوميا عدد ساعات العمل للأطفال 6 ساعات يوميا يتخللها ساعة راحة ولا يجوز تشغيل الأطفال أكثر من 4 ساعات متواصلة يعني ما يقدرش أشغل الطفل أكثر من 4 ساعات متواصلة يبقى عندنا هنا عدد ساعات العمل للأطفال 6 ساعات في اليوم يتخللها ساعة راحة يعني لازم يتخللها يعني بقى بسطها ساعة راحة ولا يجوز تشغيل الأطفال أكثر من 4 ساعات عمل متواصلة برضو من ضمن القواعد اللي القانون حطها لتشغيل الأطفال لا يجوز تشغيل الأطفال في العطلات أو الأجهزات الرسمية لا يجوز تشغيل الأطفال وقت ضافي لا يجوز تشغيل الأطفال ليلا والليل يعتبر من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا ده الليل في القانون عندنا من السابعة مساء إلى السابعة صباحا طبعا لا يجوز تشغيل الأطفال في الأعمال الشقة يعني ما يقدرش يشغل الطفل في أعمال شقة والقانون حدد وعدد الأعمال الشقة اللي ما ينفعش الطفل يشتغل فيها طبعا القانون ألزم صاحب العمل أنه يعمل كشف طبي ودري للأطفال ويقدم لهم وجبة صحية متوازنة طبعا وفي الجهات الرقابية بتمروا على المنشآت عشان تشوف وترائب عمليات تشغيل الأطفال يبقى هنا سن تشغيل الأطفال بيبدأ من كام؟ ضعفوا عليكم من 14 سنة ل 18 سنة نخلي بالنا من النقطة دي تعال نشوف السؤال اللي بعد كده يجوز لصاحب العمل أن يقتطع 25% وفاء للقرد يجوز لصاحب العمل أن يقتطع 25% وفاء للقرد طيب قبل ما هجاوب على السؤال هو الأول يعني إيه يقتطع كلمة يقتطع معناها يخصم يعني بيقولك يا جوز لصاحب العمل أنه يخصم 25% من العامل لقاء القرد يعني مقابل القرد اللي خاده العامل من صاحب العمل طيب هل الكلام ده صح ولا خطأ؟ طبعا العبارة هنا خطأ خطأ ليه؟ لأن القانون قال لا يجوز خصم أكثر من 10% وفاء لما اقترضه العامل من صاحب العمل يعني ايه؟ يعني أنا اقترضت من صاحب العمل أول حاجة لما اقترض من صاحب العمل لازم يكون القرد قرد حسن يعني إيه قرد حسن؟ أي بدون فوائد يعني خدت من صاحب العمل ألف جنيه هردهم له ألف جنيه طيب يبقى هنا بدون فوائد قرد حسن طيب هردهم له إزاي؟ هل هتفعله جزء كل شاء؟ تمام هتفعله فعلا جزء كل شاء طيب الجزء اللي أنا هتفعه ده هل هيتحسب على أساس القرد اللي أنا أخده منه ولا على أساس الأجر بتاعي؟ آه القانون قال إيه؟ خد بالك بقى من الكلمة لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% وفاء للقرد من الأجر مش من القرد يعني إيه؟ تفرق أتفرق جامد يعني مثلا أنا أجري ألف جنيه وخدت من صاحب العمل أي مبلغ لما أجي أسدد له كل شهر ما ينفعش أسدد أكثر من 10% من الألف جنيه اللي أنا باخدهم يعني لو قلنا ألف في عشر على مية يعني ميت جنيه شهرية ما يقدرش يخصم مني خلي بالك عشان النقطة دي بتيجي في الامتحانات في رؤية القانون وانشورة دلوقتي والإجابة بتبقى لازم أحسبها الأول قبل ما أجاوب يبقى أنا لما بيجيب للأجر بضبابه في عشر على مية بيديني النسبة اللي أنا أكفعها كل شهر ما ينفعش صاحب العمل يدفعني أكثر من كده لكن لو بنتكلم على نسبة مقاوية سابتة طبعا عشرة في المية أما يقول لك خمسة وعشرين قلوا لأ خطأ النسبة عشرة في المية نشوف النقطة اللي بعد كده يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين كمصاريف جنازة لأسرة العامل يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين كمصاريف جنازة لأسرة العامل طبعا هنا الإجابة صحيحة وهوضح حالك كده بسرعة طبعا إحنا عندنا حاجة اسمها حالات انتهاء عقد العمل الفردي من ضمن حالات انتهاء عقد العمل الفردي وفاة العامل حكما وحقيقة طب لما العامل يتوفى طبعا العامل عشان نبقى متفقين العامل مصدره الأساسي للرزق والمعيشة الأجر اللي بياخده من صاحب العمل والأجر ده بالنسبة للقطاع الخاص الأجر ده ممكن يكون أجر يومي أو أجر اسبوعي أو أجر شهري فهنا في مشكلة لو العامل يتوفى طبعا العامل بيصرف على بيت بص القانون ما سابش حاجة إلا ولما ده العامل حقه فيها العامل ده بيصرف على بيت لا قدر الله العامل ده توفى البيت ده هيصرف منين هتقول لي هياخد معاش هقولك تمام هياخد معاش لكن احنا كلنا عافين ان اجراءات المعاش ممكن تاخد وقت عشان كده القانون قال ايه يصرف شهرين من أجر العامل كما صاري في الجنازة والصرف ده بيتم ايه يعني في يوم الجنازة يوم الوفاة أو تاني يوم بالكتير قوي يعني دفع فوري هنا ليه طبعا لان هنا البيت عايز يمشي برضو فهو قال ان مع وفاة العامل يتم صرف شهرين كمصاريف جنازة ده خلي بالك في حاجة تانية اسمها منحة الوفاة دي حاجة ودي حاجة منحة الوفاة نقطة ومصاريف الجنازة ده موضوع تاني مصاريف الجنازة يعبر عن شهرين من أجر العامل آخر أجر كان بياخده بياخد شهرين منه أما منحة الوفاة عبارة عن عدد الأيام أو الشهر اللي تمت في الوفاة ثم شهرين متتاليين يبقى هنا لما يجي يقول لي يستحق العامل أو يجوز لصعب العمل إن هو بصرف شهرين للعامل كمصاريف العامل كمصاريف جنازة أقول له الإجابة صحيحة نيدي للنقطة اللي بعد كده الإنذار والخصم من الأجر لمدة ثلاث أيام من اختصاص صاحب العمل تاني الإنذار والخصم من الأجر لمدة ثلاث أيام من اختصاص صاحب العمل طيب بص إيه عندنا وإحنا كنا شرحناها في الدروس اللي فاتت وفضل الله إجت بالزبط في الامتحان إيه النقطة دي سلطة توقيع الجزاء يعني إيه سلطة توقيع الجزاء سلطة توقيع الجزاء معناها مين اللي له الحق إن هو يوقع الجزاء على العامل عندنا تلاتة ليهم الحق يوقعوا الجزاء على العامل تلاتة تلاتة نشغل عن صاحب عمل إيه التلاتة هقولك مين التلاتة دول أول وحدة أو أول حد اللجنة القضائية وهقولك اختصاص اللجنة القضائية دلوقتي إيه رقم اتنين مدير العمل رقم ثلاثة صاحب العمل يبقى ثلاثة هم دول اللي ليهم سلطة توقيع الجزاء يعني اللي من حقهم يوقعوا الجزاء على العامل سلطة قضائية مدير العمل صاحب العمل وإيه القانون حدد كل واحد اختصاته إيه طيب تعال كده نشوف مدير العمل اختصاته إيه القانون حدد لمدير العمل إنه هو الخصم من الأجر الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ده بداختصاص مدير العمل يبقى مدير العمل ليه عقوبتين الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن كام ثلاثة أيام طيب أما صاحب العمل صاحب العمل بقى بقى العقوبات يعني إيه من حق أن يوقع أي جزاء على آآ العامل ما عدا ما عدا جزاء واحد وده مهم جدا إيه هو الجزاء ده الفصل من الخدمة إذن الفصل من الخدمة ليست من اختصاص صاحب العمل تاني عشان لو جات لنا صاحب الامتحان ما يدحكش علينا يجي يقولك كده إيه الفصل من الخدمة من اختصاص صاحب العمل هو تقول له صح لا خطأ ليه عقوبة الفصل من الخدمة المشارع أو اللي حط القانون ما سبهش في إيد صاحب العمل سبهش في إيد اللجنة القضائية أو اللجنة المختصة وده اختصاصها بقى هي اللي بتشوف أسباب الفصل ينفع يتفصل ولا لا يبقى اكتلاتة ليهم سلطة توقيع الجزاء مجيب العمل صاحب العمل واللجنة القضائية خلي بالك من النقطة اللي أنا قلتها دي الفصل من الخدمة ليس من اختصاص صاحب العمل وإنما من اختصاص اللجنة القضائية يبقى الإنذار والخصم إن الأجر مدة لا تتجاوز ثلاث أيام ضمن اختصاص مدير العمل وليس صاحب العمل النقطة اللي بعد كده تحتسب مدة الإضراب أجازة بأجر تحتسب مدة الإضراب أجازة بأجر هفكرك وهفكرك بالإضراب من الدروس المهمة جدا اللي بتتكره على طول في الامتحانات يعني الإضراب الإضراب طبعا إحنا عندنا في حاجة اسمها استحدث قانون رقم 12 لسنة 2003 حق الإضراب وحق الإغلاق طب يعني الإضراب الإضراب ده هو امتناع جميع العاملين عن العمل اللي المتزمين بيه لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل يعني العمال جماعيا كده هيمتنع عن أداء العمل المكلفين بيه ليه؟ حصول على مطالب مهنية وهو عمل سلبي لأخذ الحق يعني إيه؟ يعني هو عمل سلبي لأنه بيوقف الانتاج لكن ده حق من حقوق العمال طب إيه هي إجراءات الإضراب يعني الإضراب بيتم ازاي؟ الإضراب بيتم كالقاتية يتم الإضراب عن طريق النقابة التابع لها المنشأ يعني أنا أشوفie مثلا هعمل إضراب في أي منشأة المنشأة دي تابعة الإضراب يتم عن طريق النقابة أنه يتابع ليها النقابة تبلغ او تختر صاحب العمل بحاكتين هتبلغوا بحاكتين إيه هم الحاكتين دول معاد الإضراب وأسباب الإضراب نقول تاني، يتم الإضراب عن طريق النقابة النقابة هتخطر مين؟ برافو عليكم هتخطره بحاقتين ايه هم؟ معاد الادراب واسباب الادراب ده مشكلة وبس كمان يجب اخطر صاحب العمل قبل الادراب على الاقل بعشر ايام يعني لازم بلغه قبلها على الاقل بايه؟ بعشر ايام عشان يعمل حسابه انه عنده ادراب اخر نقطة فيه اجراءات الادراب دي يعتبر الادراب اجازة بدون اجر يعتبر الادراب اجازة بدون اجر يعني العمال لو قاعدوا يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة شاء يبقى هنا المدة دي كلها اجازة لكن بدون اجر بتتحسب للعمال بدون اجر يبقى لما يجي يقول لك يعتبر الاضراب اجازة باجر قوله لا خطأ اجازة بدون ايه رفع عليكم اجازة بدون اجر طبعا هنا دي كانت اسئلة الصح والغلط نشوف الاسئلة اللي بعد كده اكمل العبارات الاتية اكمل العبارات الاتية يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن نقط ساعة كاملة 24 ساعة العامل من حق ان هو ياخد راحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد نقط عمل متصلة طبعا بعد 6 ايام عمل متصلة تاني يحصل العامل على راحة اسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 ايام عمل متصلة رقم اتنين لا يعتبر امتناع العمال عن اداء العمل اضرابا الا اذا كان امتناع نقط امتناع جماعي شرط هنا الجماعية وبغير رضاء نقط وبغير رضاء صاحب العمل لا يجوز تشغيل العامل فعليا اكثر من نقط ساعات في اليوم 8 ساعات في اليوم القانون حدد للعامل فعليا 8 ساعات في اليوم او نقط ساعة في الاسبوع 48 ساعة في الاسبوع يشترط لسريان قانون العمل ان يكون العمل نقط ونقط ونقط طبعا ان يكون خاص ان يكون باجر ان يكون تابع يشترط لسريان قانون العمل عشان قانون العمل يتطبق في 3 سرود العمل يكون خاص مأجور ويتابع عقد العمل يتميز بعنصرين أساسيين هما طبعا التبعية والأجر العمل نقط الذي يتم الحساب شخص من أشخاص القانون العام أول ما شوف كلمة من أشخاص القانون العام يبقى العمل بره عليكم العمل العام باعتبار سلطة ذات سيادة باعتبار سلطة ذات سيادة اسكر الرأي القانوني طبعا قبل ما نقول الرأي القانوني هنوضح كده نقطة مهمة طبعا سؤال الرأي القانوني سؤال مهم جدا في الامتحان على درجة كبيرة السؤال ده بيجاوبوا ازاي أو بيجاوبوا ازاي بيجاوبوا بطريقتين اختار الطريقة اللي تعجبك يا إما بقول قانوني أو غير قانوني وفي الحالتين أقول السبب أو بقول يجوز أو لا يجوز وبرضو في الحالتين بقول السبب ندي مثال كده على أول واحدة بيقول انتهت علاقة عامل بصاحب عمل قبل استنفاذ أجازته وطلب صاحب العمل بالأجر مقابل الأجازة يعني ايه؟ يعني فيه عامل علاقته العقد بينه وبين صاحب العمل انتهى ولما العقد انتهى كان الراجل ده العامل ده ليه رصيد أجازات ما خدهاش هل ينفع ان انا اخد بدل الأجازة دي فلوس طبعا هنا يجوز تسوية الأجازة نقدا دي من أحكام الأجازة السنوية لو العامل ليه رصيد أجازات ما خدهاش بياخدها نقدا يبقى سؤال زي كده بقول له كده يجوز أو قانوني يمكن تسوية الأجازات أو رصيد الأجازات نقدا يبقى ده أول سؤال عندنا السؤال الثاني بيقول ايه احتفظت شركة بملفات العاملين لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد احتفظت شركة بملفات العاملين لمدة سنة من انتهاء تاريخ العقد طبعا هنا هنقول يجوز لاحتفاظ بملفات العاملين لمدة سنة من تاريخ انتهاء العد نقطة لبعد كده عامل بتبرش شاري 600 جنيه اقترض من صاحب العمل 60 جنيه وعند صرف اجره خصم صاحب العمل قيمة القرد طيب نقطة زي كده بتتحلل زي احنا لسه قلين من شوية لا يجوز لصاحب العمل انا اقتطع من العامل اكثر من 10% من اجر العمل فهو في المثال ده بيقول ايه ان العامل ده اجره 600 جنيه خد قرد من صاحب العمل انا عارش القرد كام ومش محتاجين انا عارف القرد كام مقابل ان هو يخصم منه 60 جنيه كلشه هل اللي عمله صاحب العمل ده قانوني او غير قانوني طيب مش احنا قلنا 10% الراجل ده مرتبه او اجره 600 جنيه يبقى 600 في 10 على 100 ب60 جنيه هل صاحب العمل عمل حاجة غير قانونية لا طبعا ليه لانه خصم 10% فقط يبقى في الحالة دي بقوله هنا الموقف قانوني يجوز خصم 10% من اجر العامل يبقى تاني لما بيجيب لي اجر بيجيب لك الاجره بتاع العامل ونسبة الخصم كام او رقم الخصم كام يعني لو انا غيرت المثال ده وقلت لك كده عامل اجره الشهري 600 جنيه اختلط من صاحب العمل مبلغ وعند القبض تم خصم 100 جنيه كل شهر تعال هنا بقى هو قبضه كام او اجره كام 600 المفروض ان انا اقول 600 في كام في 10 على 100 يبقى 600 في 10 على 100 ب60 جنيه هو خصم له كل شهر 100 جنيه طبعا هنا هنا بقى لا يجوز لا يجوز خصم اكتر من اجر 10 من نسبة 10% من اجر العامل طيب تعال نشوف الموقف اللي بعد كده رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم شهد الميلاد ضمن مصورات التعيين رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم شهد الميلاد ضمن مصورات التعيين طيب هو يعني ايه الاول مصورات التعيين كلمة مصورات التعيين معناها المستندات المطلوبة للتعيين طبعا أنا لما باجي أشتغل عند حد وعمل عقد العمل بمجرد ما قبل ما تفعيل عقد العمل صاحب العمل بيبتدوا يطلب مني مستندات يعني مستندات يعني يطلب مني بطاقة شخصية شهادة الميلاد المؤهل الدراسي صحيفة الحالة الجنائية شهادة الخدمة العامة شهادة الخبرة لو موجودة الكشف الطبي تصريح عمل الأجانب كل دي اسمها مصوغات أو مستندات التعيين لو أنا ما جبتش حاجة من دول من حق صاحب العمل ما يشغنيش ما عاد مستند واحد مستند واحد فقط اللي هو إيه شهادة الميلاد يعني إيه يعني لو أنا واحد اشتغل عند حد وما جبتلوش شهادة الميلاد هل من حقه أنه هو ما يشغنيش أقولك لا مش من حقه ليه مش من حقه لأن القانون قال إيه قانون قال حاجة جميلة قوي قال من ضمن المستندات شهادة الميلاد تمام تمام فإن لم تكن موجودة يعني لو شهادة الميلاد دي مش موجودة يكتفي بمستخرج من الشهادة يعني اطلع مستخرج من شهادة الميلاد طيب لو المستخرج مش موجود يكتفي بالبيانات المزبوطة في البطاقة الشخصية يعني إيه كل ده يعني معنى كده أن البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد يعني لو أنا باشتغل عند حد وقدمت له البطاقة الشخصية لكن ما قدمت الشهادة الميلاد هل ما يشغنيش طبعا هنا غير قانوني ليه لأن البطاقة الشخصية تحل محل الميلاد يبقى في الموقف اللي زي دوت بقوله غير قانوني البطاقة الشخصية تحل محل شهادة الميلاد شركة تزاول تشغيل المصريين تتقاضى خمسة في المية من أجر العامل شركة تزاول تشغيل المصريين تتقاضى خمسة في المية من أجر العامل طيب ايه حكاية الشركة دي انا عندنا حاجة اسمها شركات الحاق العمالة المصرية بالداخل أو الخارج لكن هنتكلم على تشغيل المصريين بالخارج القانون قد تصريح للشركات اللي هي ممكن توظف العمالة بالخارج لكن مقابل التصريح دي ألزمها بمحظورات ما ينفعش تعملها أولا نهتم بمقابر الشركة دي يعني فيه سؤال مهم جدا قلناه برضو بفضل الله قلناه في الحلقات بتاعت المراجعة وإيجا في امتحان السنة دي اللي هو ما هي شروط مقابر الشركة طبعا الشروط مقابر الشركة أن يكون المكان دائم ومستقل أن المساحة لا تقل عن 80 متر مربع يتم وضع التصريح في مكان ظاهر يتم وضع موعد العمل وأيام الغلق في مكان ظاهر طيب بالنسبة للنسبة اللي بتاخدها الشركة اللي هتشغل طبعا الشركة دي بتعمل شغلتها أنها تشغل مصريين في الخارج يعني مثلا عايزة اشتغل في الكويت في السعودية هي بتجيب لي عقد طب هي مش هتجيب لي العقد ببلاش أكيد هتاخد نسبة النسبة دي بقى كام القانون حدد النسبة وقال كده لا يجوز للشركات شركات الحق المصريين بالدق بالخارج أن تحصل على أكثر من 2% 2 بس مش خمسة 2% منين من أجل السنة الأولى فقط يعني من العقد بتاع السنة الأولى فقط يعني لو هي جايب لك حتى عقد المدة 10 سنوات ما بتاخدش الـ 2% دولار على السنة الأولى بس يبقى هنا الشركة دي من الأعمال المحظورة عليها أنها تتقاضى أكثر من كام 2% في الموقف بقى بيقولك إيه شركة تزاول الحق المصريين بالخارج تتقاضى 5% هنا لا بقوله إيه غير قانوني أو لا يجوز يجب ألا تتقاضى الشركة أكثر من كام 2% ما تاخدش أكثر من 2% نشوف الموقف اللي بعد كده رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الدواء ساعة راحة تاني رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الدواء ساعة راحة طبعا العامل تبقى للقانون من حق العامل عدد ساعات العمل 8 ساعات في اليوم من حق العامل الحصول على ساعة راحة إلا أن هناك بعض الأعمال تستمر دون فترات راحة يعني إيه؟ يعني من حق صاحب العمل يرفض الصعر راحة طبيعا طريح الشغل ده وقعف إن الشغل ده مفهوش فترات راحة طب ليه مفهوش فترات راحة؟ طبيعة الشغل كده يعني طبيعة الشغل كده؟ يعني مثلا المخابز المخابز لو العمال خدوا صعر راحة طبعا المخابز الشغل بمواد خام دي وعجينة طبعا الحاجات دي كلها هيتم تتلف وهنا صاحب العمل يخصى مصنع البلاستيك صناعة الأدوية كل دي صناعات يعني إحنا عندنا بعض الأعمال اللي بتستمر بدون فترات راحة زي إيه؟ عندنا صناعة الدواء تستمر بدون فترات راحة صناعة البلاستيك المخابز، الإسعاف، المستشفيات عندنا العمل في محطات الكهرباء أعمال دفن الموتة أعمال الفراشة، أعمال السينما والمسرح كل دي أعمال تستمر بدون فترات راحة لما ييجي صاحب العمل بقى ويرفض إن هو يدي صعر راحة يبقى ده قانوني ويجوز ليه يجوز؟ لأن العمل اللي هو يجيبه لك تقوله كده يجوز لأنها من الأعمال التي تستمر بدون فترات راحة طبعا صناعة الدواء من الأعمال التي تستمر دون فترات راحة تاني صناعة الدواء، صناعة البلاستيك، صناعة الأدوية كل دي أعمال تستمر دون فترات راحة الموقف البعدي كده، حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة من ضمن الخدمة لا ده إحنا عايزة نفهم بقى الكلام ده، إحنا عندنا أجازة اسمها أجازة رعاية الطفل يعني إيه؟ يعني القانون طبعا إحنا قلنا قبل كده أن القانون العمل يستمد التشريعات من المجتمع، أجازة رعاية الطفل دي يعني إيه؟ العاملة لما تتم أو يتم أن هي ترضع مولودها بيبقى محتاج رعاية، فالقانون إداها الأجازة دي، تعالك كده نعرف الأجازة دي مع بعض الأجازة دي مدتها إيه؟ مدتها سنتين، العاملة لها الحق أن هي تاخد أجازة للطفل الواحد اللي هترعاه لمدة سنتين، طيب هتاخدها كم مرتين طوال الخدمة، يبقى تاني الأجازة دي مدتها سنتين، وبتتاخد مرتين طوال فترة الخدمة لكن فيها نقطة مهمة جدا، تحسب من مدة خدمة العاملة تحسب من مدة خدمة العاملة، ليه؟ لأن أجازة رعاية الطفل لا تنفي صلة المنشأة بالعملة تاني، أجازة رعاية الطفل لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة يعني صلة العاملة ما بتنقطعش عشان الأجازة بدون أجر، يعني العاملة هتاخد سنتين بدون أجر هل معنى كده أن هي صلاتها انقطعت؟ لا لا طبعا، بيتحسب من ضمن خدمتها، أدي أول نقطة الأجازة دي طبعا لا يجوز صاحب العمل أنه يفوضها، ما يوضرش يفوضها، إلا في حالة واحدة بس يعني من حق صاحب، وخلي بالك في الامتحان بيجيب الاستثناء، يعني إيه؟ يعني إحنا بنقول الأجازة ديك مش من حق صاحب العمل يفوضها، إلا في حالة واحدة بس الحالة دي بقى اللي هي إيه؟ إذا كان عدد المنشأة أقل من خمسين عامل يعني لو عدد المنشأة عنده أقل من خمسين عامل من حق يفوض الأجازة دي يعني لو إجعل لك كده رفض صاحب عمل منح عمل أجازة لبعاية الطفلاء بحجة أن عدد العاملين 40 عامل هنا قانوني، قانوني ليه؟ قانوني لأن العدد العمال هنا أقل من خمسين عامل وطالما أقل من خمسين عامل يبقى هنا من حقه أنه يفوض الأجازة ديك لكن احنا اللي يهمنا ان اجازة رعاية الطفل لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة يعني السنتين اللي العاملة بتاخدهم يتحسبوا من ضمن خدمتها يبقى ايزا اجازة رعاية الطفل تحسب من مدة خدمة العاملة نشوف النقطة اللي بعد كده رفض صاحب عمل منح اجازة لاحد العاملين لاداء الامتحان باحدة الجامعات رغم تقديم العامل طلب الاجازة قبلها بعشر ايام تمام قبل تقديم الاجازة بعشر ايام طبعا هنا في اجازة اسمها الاجازة الدرسية قانون اعطى الحق لعامل الذي يدرس يعني العامل ده شغال في مكان وفي نفس الوقت بيدرس سواء كان بيدرس في احدى المراحل التعليم ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي طيب ساعة الامتحان يعمل ايه القانون قال من حق العامل ده ان ياخد اجازة عشان يقدي الامتحان بتاعه بس بشرط ايه بقى الشرط ده انه هو يبلغ قبل يبلغ قبل الاجازة دي قبل الامتحان ده على الاقل بخمسناشر يوم يعني الامتحان يشوف فاضل لقده يبلغ قبلها قبلها بشهر قبلها بشهرين المهم انه هو ما يقلش عن خمس شعر يوم لان لو بلغ حتى لو هو عنده امتحان في كلية ايه وايجا لصاحب العمل وقدم له طلب قبلها بعشر تيام وصاحب العمل وفض يبقى هنا الموقف ده قانوني طب قانوني ليه لان الشرط هنا ان انا بلغ صاحب العمل قبلها بخمس شعر يوم نوضح تاني لو انا عندي لو انا عامل في احدى المصانع مثلا وعندي سنوية عامة او في احدى الكليات ومعاد الامتحان فاضل له شهرين او ثلاثة بقدم اختار او طلب لصاحب العمل قبل الامتحان على الاقل على الاقل اه قبلها بخمس شعر يوم غير كده صاحب العمل هيرفض في الموقف اللي قدامنا بيقول ايه غفض صاحب عمل احتساب عامل اجازة بحجة انه قدم له الطلب قبلها بعشر ايام هنا طبعا يجوز وموقف قانوني جدا لان هنا يجب تقديم الطلب قبلها بخمستاشر يوم على الاقل الموقف اللي بعد كده غفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل تشغيل صلاة معوقين بحجة ان عدد العاملين لديه اربعين عامل طيب هو القانون قال ايه الالزم القانون اصحاب الاعمال الخاضعين لقانون العمل ويعمل لديهم خمسين عامل في اقصر بتشغيل نسبة خمسة في المية من عدد العاملين من المعاقين يعني ايه يعني انا كصاحب منشأة ملزم صاحب منشأة خاضع لقانون العمل شغال عندي خمسين عامل في اقصر يعني ستين سبعين مية امتين ملزم بتشغيل نسبة كام خمسة في المية خمسة في المية نسبة هي خمسة في المية من عدد العمال معاقين يعني ايه لو انا عندي مصنع فيه الف يبقى بقول الف في خمسين على الف في خمسة على مية بخمسين يبقى انا ملزم اشغل خمسين طيب هل لو انا عندي اقل من خمسين ابقى انا ملزم اطلاقا لو العدد عندي اقل من خمسين انا كصاحب عمل غير ملزم بتشغيل اي نسبة من المعواقين هو السؤال هنا بيقول ايه بقى ان العامل ده ان صاحب العامل ده عند 40 عامل رفض يشغل اي نسبة من المعواقين هنا طبعا الموقف قانوني لان عدد العاملين اقل من 50 عامل الموقف اللي بعد كده قام صاحب مصنع منسوجات بتشغيل مجموعة من الاطفال تتراوح اعمارهم بين السنية 10 والخامسة 10 طبعا هنا احنا قلنا اه ان العامل ان صاحب العامل ما يقدرش يشغل الاطفال قبل سن 14 سنة يعني لما الطفل تشغله عنده 12 ده غير قانوني طبعا هتشغله في اعمال محظوبة برضو غير قانوني هتشغله ليلا ده غير قانوني سن تشغيل الاطفال لسه قيلنا من 14 سنة او اتمام مرحلة التعليم الاساسي حتى يبلغ سن 18 ده كده سن تشغيل الاطفال قبل كده لا يجوز ان احنا نشغل الاطفال طيب عندنا برضو سؤال مقالي ما هي حالات انتهاق عقد العمل حالات انتهاق عقد العمل عندنا انتهاء العقد انتهاء الغرض من العقد انتهاء العقد محدد المدة الاستقالة وفاة العامل حكما وحقيقة وفاة صاحب العمل العجز الكل وبلوغ سن اتقاع دي كانت حالات انتهاء عقد العمل سؤال من اسئلة المقال المهمة جدا طبعا ده كان تغطية للجزء او مراجع عامة الجزء ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستكمل ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا النهاردة وبالتوفيق باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته